اشتركوا في القناة منحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الاسبوع بالتفصيل الاسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في أي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار إشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع أو خطبة أو زواج أو عمل مهم لأنه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الأمور أو عركستها وإحداث بعض الأعطال فيها أو أشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير أما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الأسبوع فعنا أول إشي تداء من يوم أمس الأربعة القمر موجود في الجوزاء وراح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بيصير في الأسد وبيستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الأربعة ومعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الأربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا أحداث خلال هذا الأسبوع خمس أحداث أساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا أول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الأسبوع الماضي نبهنا لإلها والأسبوع هذا بنعود نرجع من عيدها لأنها هي من أخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات أمور إلها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هون لنهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك في تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة وأثناء تراجع برضو بدأت ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على أنه فترة من هون لنهاية السنة في أحداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب أو أشياء لها علاقة بتهديدات حربية أو أشياء وبنتمنى أنه ما يصيرش ولا أي شيء من اللي احنا بنذكره يوم خمسة عشر الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع عملية التراجع هاي بدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الأفراد ضد الأهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الإنجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على أنه الفترة القادمة في أحداث رح تكون لها علاقة بالوضع السياسي والأحداث المفاجئة أما بالنسبة ليوم ستعاش يوم ستعاش في عنا زاوية تثليث إيجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الأحداث اللي رح تصير يعني الشمس إحنا حكينا أنه هي إلها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وإنها مع المريخ برضو إلو علاقة بالجيش وإلو علاقة بالحرب وإلو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات أو قرارات يكون فيها أشياء حاسمة وممكن أنه تبلور أو توضح إيش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل أكبر أما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا أنه عطارد رح ينتقل يعني إلى برج العذراء في ساعات الفجر وهاي من الأشياء الإيجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجياً لأنه هذا كوكب متحكم فيه أساساً ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعاً إحنا بالمفروض نحكي ليوم الجمعة ولكن نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في أول درجاتها وهاي الشغلات الإيجابية أنه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه أنه الأمور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لا إلك معناته اعرف أنه هون بلشت سنتك وبلشت الأحداث الإيجابية اللي تعطيك الإيجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى آخر أنه أحداث الأسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في أشياء إيجابية في أشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في أشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا أنا بالنسبة للي الجميع متعود أني أنا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش أني ما بعرف لأن كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك أنت عشان أنت تعرف برج الدولة اللي أنت عايش فيها أو أي دولة أنت بدك تهتم فيها تعرف تاريخ تأسيسها أو تاريخ عيد استقلالها هو العيد الوطني تعها فمن خلال تاريخ ميلادها أو تاريخ تأسيسها هذ هو البرج الخاص في هاي الدولة فإذا حكينا في الأبراج اليومية أنه فيه سلبية على هذا البرج اعرف أنه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج إذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل إيجابية لهذه الدولة معناته بيعمل إيجابية لهذه الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك أما آجي أقول لك أنا في علم الفلك أنه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وأنا بدون ما أحسب له بس أنه هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما يأخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات سياسية للدول عشان ما نطول حكي لانه في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا بضرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج القوس طبعا اول شي رح نحكي عنه رح نحكي عن بيتك الثاني رح نحكي عن برج الجدي اللي شوية الاجواء فيه ضاغطة على المستوى المالي وتحدث مشاكل او احتياجات مالية او ازمة مالية معينة او ضغط مالي او بعض الافكار اللي بتتعلق بالوضع المالي اضطرابات ممكن ضغط ممكن مطالبات ممكن فقدان مال ممكن عدم قدرة على تحصيل بعض الاموال اللي الي اليك يعني الاجواء شوي بتكون ضاغطة على المستوى هذا برضو بتدفعك للمصاريف الزائدة او للاهتمامات الزائدة بالمشتريات الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا التركيز بصير على البيت الاجواء جيدة في نوع من انواع الانسجام او التوافق مع افراد العائلة ولكن راح اتمر عليك ايام تنضغط شوي من بسبب اعطال او اهتمامات منزلية او مشكلة او خلاف او حوار يكون حاد شوي ممكن استياء من تصرف احد افراد العائلة ممكن ظهور بعض الاشياء اللي بتيجي مفاجئة الها علاقة بعطل او بديكور او بمشتريات او مصاريف عائلية او استشفائية لأحد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا ما زالت الاجواء حادة على المستوى العاطفي وبتحدث نوع من انواع التقلبات على المزاج على المستوى الحب او الحبيب او مشكلة صارت ما بينك و بين الحبيب او خلاف برضو بتدفع برضو بتدفع على اشياء الها علاقة بالرغبة بالنزوات او الخروج او المرح لزيادة عن اللزوم يعني شوي بكون في نوع من انواع التهور في هاي المسائل حاول قدر الامكان انك تضبط اعصابك و خصوصا من امور الها علاقة بالتعامل مع الحبيب او مع احد الابناء او احد الوالدين بالفترة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء متقلبة بسبب اورانوس والزوايا اللي بشكلها مع الكواكب اللي موجودة في برج الجدي فعشان هيك بتحدث لك بعض الامور اللي فيها خلافات او نقاشات او اشياء مفاجئة على مستوى العمل او على مستوى الصحة ممكن مشكلة بالعمل او يتوكل لك مهمة معينة او ينطلب منك انجاز عمل معين ويكون صعب شوي وبرضو ممكن تكون بعض الاهتمامات لمسائل الها علاقة بالصحة او مراجعة الطبيب او ادوية او الشعور بتوعق صحي بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على الدعم اللي هو الدعم المالي او امور الها علاقة بالاموال المشتركة او التحصيل على قرض معين او مساعد معينة ممكن تحصيل بعض الاموال اللي اللي لايلك وبرضو على الشراكات المالية تدعمك بشكل قوي وانجازات العلاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين او اموال الشريك او اموال الغير او بكون لك انت ميراث بتحصل منه شيء او يعني بتتم الامر بشكل انه يكون لمصلحتك اما بالنسبة للبيت التاسع فهونا بنحكي احنا عن بيت حليف لايلك ولكن وجود الشمس بيعطي ايجابية في هذا البيت ولكن عطارد اللي بيعطي سلبية وتقلبات فبتلاقي انو ما عندك تواصل جيد عندك عصبية عندك حدية في بعض الاوقات وخصوصا اثناء المناقشات في امور فلسفية او دينية او حوارات الها علاقة ببعض الامور مناقشة مثلا او بمقابلة او بالدفاع عن نفسك شوي بتحتد وبتعصب وبتخلط الدنيا في بعض حاول تركز بشكل جيد حاول تركز برضو اثناء تنقلاتك وبقيادتك للسيارة على الشوارع المفتوحة اذا عندك امتحانات برضو بدك تركز ما تندفع ما تتهور ما تقدم امتحانات بدون ما تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للشمس فهي بتدفعك على علاقات مع جانب اشخاص خارج البلاد رغبي في امور الها علاقة بدراسة لغة معينة ثقافة معينة سفر مثلا يعني في اجواء ايجابية بتدعمك بشكل جيد وبتساعدك على مستوى بيتك التاسع حتى على مستوى اوراق قانوني معاملات قانوني قضايا قضائية امور الها علاقة بحكم نهائي ممكن ان الفترة هاي برضو تمشي الامور باتجاهك بشكل جيد وصلنا الى التوقعات الاسبوعية من عصر امس الاربعاء القمر صار موجود بالجوزاء ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او في العاطفي هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسئوليات لان القمر مقابلك تماما فعشان يك منقولك لا تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية واعصاب بردة ما تتسرع في اتخاذ القرارات من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين بتنهمكوا بضبط شؤنكم المالي المشتركي ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكي او تعويض بتصرف بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع ولأعادة بعض الامور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن تعالج موضوع مالي او اداري من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود بالاسد حتى صباح يوم الاربعاء بتنشطوا في امور العلاقة بسفر او اتصال بعيد او بتشارك في حملة او ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بهاي الفترة ممكن تسافر او تتنقل ما بين المدن او يكون لك اتصالات خارجية بشكل كبير وممكن تخرج في رحلة او تفرح لانفراج وتسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة الفترة هاي فيها نوع من انواع الحيوية وبتكون متحمس لمتابعة المساعي وبرضو عندك قدرة على التواصل مع المحيط من صباح يوم الاربعاء القمر بصير في العدراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل اهم شي انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي اركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لاخر ونظم اعمالك عشان تكون انت قادر على انك تنجزها بالكامل من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان فبتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق ممكن يطمئن بالك وتجد حليف بدعم تصوراتك اهم شي انك ما تستسلم بل كرر المحاولة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء